أحلى الفقرات أمطع اللقاءات أروع الأفلام وأبرز الأسماء على موجات الكداع الوطنية التونسية مع تلاكيت السينما تسمحها حسها وتعيشها من الأفلام المشاركة في ملتقى سوس الدولي للفيلم القصير إلى جانب الفيلم التونسي صامي دون لعربية العباسي وماروين الترابلسي في الفترة الممتدة من 8 إلى 11 ماي 2014 نلقاه الفيلم المصري القصير صورة وبرويز للمخرج الشاب محمد سعدون اللي معانا مباشرة من الإسكندرية محمد أهلا وسهلا بيك على موجات الإضاءة الوطنية التونسية وفي برنامج كلاكيت المخرج محمد سعدون أنت من مواليد الإسكندرية سنة 1989 خريج الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري درست السينما عن بعد يعني عبر الإنترنت وبدأت في إخراج الأغاني المصورة والإعلانات حتى جاء فيلم انتظار سنة 2011 هذه مقدمة عامة وأكثر تفاصيل تعرف بك للجمهور التونسي معك بس أنا سمعت المقدمة أنا مبسوط جدا أن أكون معكم ناردة في المداخلة البسيطة دي وبقدم كل التحية لأهل تونس محمد سعدون من مواليد إسكندرية أول عملية كان في 2011 كان فيلم اسمه انتظار نعم انتظار مدته خمس دايق شارك في مهرجان موسكرز الدولي وبعد المهرجانات المحلية نعم ده في 2011 والحمد لله يدعى على أحد القناوات الصدائية بس ده قبل صورة وبروز نعم نبقى في فيلم انتظار هو فيلم صامت فيلم صامت نعم يدوم خمسة دقائق كما قلت تمام ويحمل رؤية فلسفية تفتح المجال للتأويل والتفكير هو عمل صعب وسهل في نفس الوقت أكثر تفاصيل على قصة الفيلم والانتباع اللي خليه انتظار في مسيرتك الفنية فيلم انتظار هو فعلا صعب بسهل يعني هو فيلم صامت معتمد فقط على الممثل والصورة والموسيقى بتكلم عن حالة الانتظار من شخص يبقى منتظر حد وفعلا ولما تجيه له الحاجة المنتظرة يكتشف ان هي مش لي دي فكرة انتظار هو مرتبط بتجربة شخصية ليك فعلا فعلا كان تجربة شخصية حاصلة الموقف كده معايا في اسكندرية وده اللي خلينا اعمل انتظار ومكتش متوقع نجاح الفيلم واني ده يبقى يفتح لي سوء او تجربة بعدها بس فالحمد الله محمد هل الالتزام في الاكاديمية البحرية هو اللي اثر عليك في اختيارك لأفلام في السينما المستقلة الحقيقة لا انا علاقتي بالسينما او بالفن عموما كانت من خلال المصرح انا اساسا ممثل مصرحي وممثل ازاعي ده اللي خلاني ان انا ابقى قريب من السينما او حبي للسينما فاضلت اخبط كده شوية المصري ان انا في الشغل اخترت الاخراج للسينما دراسة سينما كان لها تجربة تلفزيونية في التلفزيون المحلي في اسكندرية كممثل فحبيت الموضوع انا انا اعرف انا الاول اعرف ازا افو دم الكاميرا ازا اي دراسة الاخراج طبعا فحبيت موضوع اخرا جدا عملت انتظار والحمد الله التجربة التمثيل في المصرح والاذاعة قبل تجربة الاخراج هل تحذر لدور خاص استحلم به في السينما طبعا طبعا كمهنة المخرج مهنة المخرج بيبقى لازم يبقى عارف كل كل حاجة او كل مهنة شخص موجود معه في اللوكيشن لان هو اللي بيحركه الممثل توجيه الممثل شيء مهم جدا والحمد الله انا عشان انا ممثل اساسا نعم فتوجيه الممثل ببقى حاسس ببقى حاسب الممثل اوهي عارف اوجهه ازاي دي كان تجربتي طبعا كانت شيء خبرة لحد ما بين التمثيل والاخراج نعم اه فيلم سورة وبرواز احكي لنا عليه وعن مشاركته في المهرجانات فيلم سورة وبرواز انا صورته في 2013 اه اول مهرجان شارك فيه هو كان مهرجان بغداد السينما الدولي نعم في العراق وبعد تاني مهرجان كان مهرجان العراق الدولي لفيلم كثير تلات مهرجان كان مهرجان في كندريس سينما الدولي في مصر وسيشارك ان شاء الله في شهر الجاي في مهرجان سوس الدولة فيما كثير في المغرب حسب رأيك أما أهم المشاركة في المهرجانات والجويز أو الندوات وحلقات النقاش تمام أنا بالنسبالي طبعا المشاركة في المهرجان والنقاش بعد عرض فيلم ده اللي حيفيدني أنا كمقرك وأعرف رأيي الناس وموضوع الجويز أنا شخصيا مش فارق معي لأن كل قدرة مهرجان لها رأي ولها شروط لهم حاجة تبقى مخفية مش معروفين فأنا بالنسبالي طبعا النقاش في رأي جمهور ده أهم شيء في نفس الإطار ما هو رأيك في الوراشات السينمائية؟ حاليا في أسلام طبعا كويسة أفلام مستقلة نعم أفلام جيدة جدا بتصوى مهرجانة بتاخد جواز مصرية وعربية أنا شايف أنها السينما المستقلة هي اللي جاية هي القادمة هي السينما بدون نجم نعم دي اللي جاية لكن سينما المصرية تدل الأفلام الروائية الطويلة على حساب الأفلام القصيرة فعلا عندنا تقسير جامد في مصر من خلال هناك ما فيش مهرجانات سينماية الأفلام القصيرة هو المهرجانات حتى المهرجانات الموجودة هي مهرجانات خاصة مش مهرجانات الدولة هي اللي بتدعم عدد صغير جدا طبعا مثلا عكس المغرب إن هي كل بلدية لها مهرجان وثنين وثلاثة نعم فطبعا في أفلام الطويلة عندنا هنا اللي هي فيلم النجم دي مهتمين ديها طبعا ولها دور عارضة نحن ندعم إن شاء الله الأفلام المستقلة والقصيرة والأفلام الطويلة وبنسألها إن هي تتعرض في الأفلام بتتعرض في الضر عارض في أفلامك محمد سعدون تركز أكثر على الضبط وإتقان الصورة من خلال الضوء والحركة على حساب الصوت هل تعتبر أن الصوت ليه دور ثانوي في سيناريو الأفلام؟ طبعا لا هي مش ثانوي أنا بالنسبة لي هي طبعا الصورة والشخصين أنا الفيلمين الفيلمين اللي فاتوا أنا عندي شخصيتين ما حدش أكلم فيهم قبلك أنا بعرض الشخصية للناس طبعا الصوت شيء مهم جدا بس مش الكلام يعني طبعا الصوت ده اللي هو موسيقى والأصوات الطبعية الكلام أنا طبعا مش معاه كتير يعني أنا الممثل يكلم كتير كل حاجة ويتبقى الصورة ضعيفة لا أنا طبعا أنا ضد ده تمام وما على الصورة وتكون صورة طبعا والممثل الممثل رأكشن رأكشن توشه حياته طبعا ده شيء أساسي أنت كيف ترى المستقبل السينما في هوليود الشرق حسب رأيك؟ السينما في مصر أنا شايفها فيه أو فيه تخبط ضرقتي والتخبط ده حيبقى شيء إيجابي إن شاء الله السينما حتي تعادل في مصر أن ترجع ترجع تاني مصر أو الحكومة المصرية أن هي تنتج من خلال جهاز السينما من خلال مدينة إنتاج الإعلامي من خلال استوديو مصري زي زمان ده اللي خلي عتخلي السينما بقى فيها بقى فيها تقدم إن شاء الله ومع الاهتمام بالسينما المستقلة وسينما سينما اللي مفعش نجم أو اللي هي التجربة الشربية لكن السينما بدون نجم كما أنت تقول هل لها انتشار على المستوى العربي في التوزيع والتصوير إحنا طبعا إن هو الموضوع برضو إن النجومية طبعا هي اللي بتجيب أنا ما أدرش أنكار ده يعني لكن ما تبقاش كل الأفلام اللي موجودة في دور العرض هي تيما واحدة أنا ضدي ده برضو إن يبقى فيه في دور العرض فيلم فيه أغاني شعبية زي اللي موجودة في دورقتي في مصر وفيه فيلمين تانيين فيلمين كويسين أو فيلمين ليهم ليهم تجارب ثقافية أو بتحمل فكرة فكرة عن حلم طفولة شخص طفل يعني ليه حلمه ونفحه أو دي تجربة جديدة إن شاء الله وربنا يكرم إن شاء الله بعد الانتظار محمد سعدون كيف تعد للانتصار في المجال السينمائي؟ أه والله أنا انتصار بالنسبالي ما حد يقول لي فيلمك حلو أه ده شيء ده شيء بالنسبالي شيء كبير جزاً نعم بس هل يمكن أن نرى صورة وبرويس في فعاليات أيام قرتاج السينمائية لهذه السنة؟ إن شاء الله إن شاء الله أعرف بس المهرجان حساب الأسلام إمتى وإن شاء الله هنبعثه وإن شاء الله نكون في تونس بأمر ربنا إن شاء الله المخرج المصري الشاب محمد سعدون شكراً على الحضور معنا في حلقة اليوم من كلاكات وإن شاء الله مزيد من التوفيق في أعمالك السينمائية